والربط بين ضفتي المتوسط متواصل لنقل مغاربة أوروبا إلى حضن الوطن إلى جانب مختلف المنافذ الحدودية الأخرى التي تعيش على إقاع عملية مرحبة التي انطلقت أول أمس 23 مركزا خصص لاستقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف وتوفير الفضاءات اللازمة لأكبر عملية عبور والتي توقفت لسنتين بسبب ظروف الجائحة نموذج من باحة استراحة المضيق في روبرتاج فاضل سعدوني والتحرير لسعيد أجانا هو فضاء من بين عشرات الفضاءات التي أنشأت لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبة لهذه السنة فضاء يوفر كل خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية لضمان راحة مغاربة العالم باحة الجديدة التي لشانتها المؤسسة في هذا الموسم الجديد من عملية مرحبة 2022 لتنضاف إلى باقي البنيات التحتيال التي تستعملها المؤسسة في هذا المجال وذلك لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج وقد سهيل عبورهم عبر التراب الوطني وحدات طبية ومطاعم وكذا مرافق ترفيهية تأتي من أجل تحسين ظروف عبور المغاربة المقيمين بالخارج دينا لهم كل شيء الألعاب للعيال الفضاء ذي الموسيقى موهم يعترحوا عن فضاء ذي المكلة موهم ذي كل شيء موارد بشرية واللوجستيكية عبئت لمواكبة عبور أكثر من مليونين من مغاربة المهجر عملية تأتي بشراكة مع متدخلين من القطاع العام والخاص